هاي مالك هاي شيف كيفنا اليوم الحمدلله انت كيفك شو عنا اليوم شيف اليوم مطبخ انترناشنل عاملين اليوم الاكل من جنوب اميركا اللي هو من تشيلي كثير مشهور الاكل من تشيلي حتى في سمك مسمى عليهم تشيلي سيباس يعني سيباس اللي احنا نشوفه بكل العالم في نوع سمك بيسموه تشيلي سيباس بيستعمل بكل تشيلي العالم صحيب منتعمتهم المدهنة الميزة من محيطهم لانه هن البلد مشهورية اصلا كثير باكل اسمك مازبوط ومن البلاد المؤثر كثير بالاكل الاسباني لانحنا نعرف الاسبان هن اللي كانوا عايشين هن اللي افتتحوا اميركا جنوبية لما راحوا من اسبانيا ونزلوا بعدين اكيد ايشها فرنسيوية ايش والمان في كتير شعوب راحت لهونيك بس بالاجمال اول ناس نزلوا على جنوب اميركا هن الاسباني حتى لغطن اسبانية مية من مية فبتلاقي الاكل طبعهم كثير بيش به القكل اسباني اكل بين مطبخ تشيلي بيش به كثير اكل اسباني اللي هو عبارة عن بنادورة اجت من اميركا معزبوط السمك المسلز هلا حتى هذا الطبق اللي عم نعمله اليوم فتشتو هو مثل كانو عم تقولي طايا بس هي اسمها طايا مارينا كانتقولي يعني مقلية اكل بحري فمتل طايا اللي هي الاسبانية الاسبانية بس بل ارز فحن بلش نحضر هلا اول شي طبق الاسماك اللي هو حكو بقلقه سمك وصدف مع بعض حكو بقلقه بصل فلايف الحمرة باندورة جزر وبقدونيس بالاخر شي بيحط عليه كرام وبيب مع بعض هنبلش نفرم البصل اه شرق البصل المفروع بلش نفرم البطاطا هناخد البطاطا نعملون كعابيت صغيرة حتى يستوه بسرعة يعني مظبوط انا قريت شاف انه هني اكتريت المأكلات عندهم دخلها اسماك حتى عندهم كمان الصيد بيعتمدوا انه بيصدروا اسماك من عندهم تشلي ايه عندهم كتير اسماك يعني انت بتعرفي عندهم المحيط الاطلسي موازبوط على عدودهم في كتير اسماك اشتركوا في القناة